بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أعزائي الطلاب حديثنا اليوم عن المهارات اللغة تحدثنا بالأمس عن المهارات التي يجب أن يتحلى بها المتعلم عن لغة أو دارس اللغة مهارة الاستماع ثم مهارة الكلام و كذلك القراءة و الكتابة و أخذناها بشكل مجمل و عرفنا أيضا تعريف المهارة قبل ذلك و عرفنا و قلنا أن المهارة هي الحذق و الإجادة و قالوا هو ماهر معنى حاذق أو التي تجمع أيضا بين الدقة و السرعة الطبيعية بين الدقة و السرعة الطبيعية و كل ذلك يتعلق باللغة الإنسانية يتعلق باللغة الإنسانية اليوم سنفرد كل مهارة من هذه المهارات بالتفصيل سنتحدث عن أهميتها و ما شروطها و الأشياء التي أو وظائفها أو عناصرها للتفصيلية فمهارة الاستماع قلنا هي مهارة الاستماع و ليس السماع و المقصود به الإنصات و الانتباه لما يقال أو لأي درس من الدروس أو لأي موضوع من الموضوعات حتى تستطيع بعد ذلك أن تستخلص المجمل أو أن تأخذ الأفكار التي قد تحدثت عنها و كذلك أيضا و أنت تستمع تقوم و تأتي بأسئلة و ما إلى ذلك و سنعرف ذلك مهارة الاستماع أهميتها و عناصرها و شروطها مهارة الاستماع قلنا طبعا هي أول مهارة تطرق في أو يتعلمها الفرد حتى منذ ولادته منذ صغره أول ما يبدأ الطفل يسمع حتى يصل إلى مرحلة سنتين بعد ذلك يبدأ بالنطقة و بالكلام في ذلك هي أول مهارة و الأصل في تعليم جميع اللغات بل أنهم قالوا حتى في حتى الكبير يستطيع أيضا أن إذا ذهب إلى لغة أو قوم لا يتكلم من لغة التي يتحدث بها مثلا كاللغة العربية ثم يذهب إلى الدول الأجنبية و يتكلمون اللغة الإنجليزية فإنه لو جرس معهم فترة سيسمع هذه الكلمات و ثم سيتعلم هذه الكلمات و يبدأ بنطقها فهي مهارة قد أعطاه الله هذا السمع ثم يأتي بمخزون لغوي كبير و بعد ذلك يبدأ بإنتاج اللغة طبعا نحن في الوحدة ما زلنا في الوحدة الأولى الحديث عن اللغة الإنسانية و دراسات في اللغة الإنسانية الموضوع الثاني وهي مهارات اللغة و قلنا مهارات اللغة هي أربعة مهارات مهارات اللغة هي الأربعة الاستماع ثم الكلام ثم القراءة ثم الكتابة الاستماع مع القراءة و الكلام مع الكتابة فيها إنتاج أنواع المهارات اللغوية أيضا تحدثنا أولا مهارة الاستماع مهارة الاستماع و المقصود بها الاستماع الإنصات و التركيز لاحظ ليس فقط السمع لأنك حيانا كما قلنا أيضا و تحدثنا و قلنا أنك قد تمر بجانب أناس يتحدثون فتسمع كلمة و هذا ليس من مهارة الاستماع و إنما قد سمعت هذه الكلمة بدون قصد و كلمة عابرة في سوق مثلا أو في مكان المجتمعين فيه فتسمع هذه الكلمة لكن الاستماع هو أن تنصت لتعرف خبايا المضمون الحديث أو المضمون الكلام أو الأفكار التي يتحدث عنها سواء كانت الرئيسية أو الثانوية و أيضا فيها شيء من التقييم و التقويم الكلام بشكل عام و أيضا إجابات و إعطاء تلك الإجابات ثم تبادر الذهن و هذا المقصود به التركيز التام تركيز التام الاستماع أو فهم المسموع لاحظ في تعريفه الاستماع أو فهم المسموع يعني أنك بداية أن تستمع ليس فقط استماعا أن تسمع و هذا أيضا يدخل في باب السماع فإذا سمعت فقط بدون أن تستمع و المقصود به أن تركز في هذا الكلام و المقصود هنا أيضا أن يستمع الإنسان إلى الكلام المنطوق بانتباه و وعي ليفهمه و يستوعبه لانتباه و وعي يعني أن يكون منتبها إلى ما يقال حتى يستطيع أن يفهم هذا الكلام لا أن يطرق فقط سمعه مجرد أصوات إذن هذه أصوات أصلا تتحدث بها و هذه الكلمات أو الأصوات التي يسمعها لا بد أن يكون لسمعه فيها انتباه فإذا سمع بانتباه و وعي فإنه يستطيع أن يتقن هذه المهارة و قال أصلا المهارات لا تأتي إلا مع الممارسة و الدربة و التجارب الكثيرة فكلما تدرب كثيرا كلما مارس كثيرا كلما أتقن و أصبح أكثر إتقانا هنا أن يستمع الإنسان إلى الكلام المنطوق بانتباه و وعي ليفهمه و يستوعبه مهارة الاستماع هي الاستماع الموجه إذن هو يوجه سمعه إلى فهم رسالة شفاهية منطوقة بطريقة منظمة و موجهة نحو هدف محدد إذن هذا يعني خلاصة مهارة الاستماع هو أن يوجه سمعه إلى هذه الرسالة أو هذا الكلام أو هذا الموضوع الذي يتحدث به أي موضوع من الموضوعات كان يسمع مثلا عن موضوع أو أن يستمع إلى معلم من المعلميه أيضا في شرح مسألة من المسائل أو في حديثه عن هذه المسألة فهو يستمع بانتباه و بتركيز إضافة طبعا هم بعد ذلك تدعم مهارة الاستماع وسنأتي إليها مستقبلا وهي الكتابة أن يدون بعض ملاحظات التي يعني يخشى أن يفقدها مثلا لا و أننا نقول في الأصل فقط حتى يتقل مهارة الاستماع أن يستمع فقط بانتباه و وعي بدون حتى أن بعض المعلمي المدارس مثلا يجبر الطالب على ترك كل ما يتعلق بكتابة هو فقط يقول أصغي إلي أو استمع إلي حتى يستطيع أن يعطي فإذا كان هو مستمعا استماعا تاما هو القصد من ذلك الانتباه التام فإذا انتباه انتباها تاما استطاع أن يستوعب كل ما قيل بعد ذلك يدون بعد ذلك يدون و يسجل فهي مرحلة أخرى لكن أن يقرنها قد يفقد شيئا مما يسمع و بعضهم قد اعتاد على أن يجبع بين الاثنتين لكن هي مهارة أصلا في النهاية فالاستماع الموجه إلى فهم رسالة شفهية رسالة شفهية مقالة يعني أي موضوع من موضوعات تتحدث أنا عنه أو أي درس من الدروس فأنا أذكره هذه الرسالة شفهية صوت صوت و أنت تستمع بانتباه بطريقة منظمة و موجهة نحو هدف محدد فأنت تتوجه هذا السمع و هذا الاستماع إلى هذا الموضوع تستوعب أركانه من أوله إلى نهايته و تأخذ الأفكار و تستطيع أيضا بعد ذلك بعد أن تنتهي من هذا الاستماع أن تلخص أفكارها الرئيسية و أفكار الثانوية أو أن أيضا تحلل أو تنقض أو تقوم حتى هذا الموضوع دليل على التركيز التام دليل على تركيز التام فهذه هي مهارة الاستماع المطلوبة في تعلم اللغات أو المطلوبة في تعلم أي موضوع من الموضوعات أو في معرفتها و الاستماع بهذا التعريف يختلف عن السمع قلنا الذي يطرق أذن السامع من غير اهتمام به و المقصود به الكلمات التي تأتيك عابرة بدون أن تقصد أو ليس لها قصد أو ليست موجهة لك و إنما مثلا كلام قد سمعته مع مجموعة مررت بجانبهم ثم تحدثوا بكلمات و سمعت هذه الكلمات و هذا أيضا يسمى سماعا يسمى سماعا من غير اهتمام به و لا لقصد أن يفهمه كالكلام الذي يسمعه الإنسان في الأسواق و الأماكن العامة و هذا أيضا قلناه الكلام الذي يكون مسموعا في الأسواق و في الأماكن العامة هذا كلام يسمى سماعا فالسماعا و الإنسان بطبعه يسمع أصواتا و يسمع أصوات الناس و هذه الكلمات يسمع أصوات الطير و أصوات أيضا الجمادات و أيضا صوت المطر و الريح و ما إلى ذلك و المقصود هنا أن الاستماع هو التوجيه الفعل و هو الإنصات و توجيه العقل التجتمع أيضا يدعمه العقل و يدعمه التوجيه و التركيز و تحويل كل ما يقال في هذا الموضوع إلى بوعي و انتباه فهو عمل ذهني يستطيع فيه التركيز و تحويل هذا الكلام أو التركيز في هذا الكلام و معرفة أيضا محتوى كاملا فهو القصد الفهم بعكس السماع قلنا الذي يسمعه بدوني أو بقصدي أو بدون قصد أن يفهمه فالاستماع مجموعة من عمليات الذهنية المحقد إذن هو عمل ذهني كما قلنا فهو تركيز ذهني أما السماع فعملية فسيولوجية يتوقف على حدوثها و يتوقف حدوثها على سلامة الجهاز السمعي و هذا السماع السماع عملية فسيولوجية كما خلقه الله عز وجل و الإنسان بطبعه فيزيائي و هذا العملية أن الأذن تسمع أشياء كثيرة تسمع صوات لكن بدون تركيز في بعض الكلمات قد تسمع كلمة ثم تسأل أحيانا إن كنت غير مركز فقد لا تعرف ما الذي قيل لكنها قد طرقت صحيح هذه الكلمة أذنك لكن لم تستوعبها و هذا السماع بدون تركيز أما السماع في عملية فسيولوجية توقف حدوثها على سلامة الجهاز السمعي و غالبا ما تخلو من الانتباه للرسالة المسموعة يعني غالبا تذهب فيها الانتباه و الله أعطانا القدرة أنك إذا كنت مستمعا بانتباه فإنك تستطيع أن تعيد هذه الرسالة و أن تستوعب هذه الرسالة و أن تفهم المغزى المذكور و هذا القصد من مهارة الاستماع و هو أن تستمع استماعا كاملا تاما تستطيع من خلاله أن تستوعب الرسالة و أن تجمع عناصرها و أن تستطيع أن تدرك كل ما يقال في ذلك من أفكار رئيسية و أفكار ثانوية أهمية الاستماع ما أهميته أو كيف تبرز و لماذا هو مهم هذا الاستماع و قلنا جميع اللغات العالم يبدأ الشخص بتعلمها سواء كان صغيرا أو كبيرا بالاستماع الصغير بالتأكيد أنه سيبدأ بالسماع و بالاستماع ثم بعد ذلك يبدأ التحديث لكن أيضا حتى كما تحدث أيضا بعض العلماء كاتشوميسكي و نظرية تشوميسكي و غيرها أن أيضا الاستماع مهم جدا حتى في اللغات الثانية في تعليم اللغة الثانية أو في متعددي اللغات وغيرها وهذا كله أيضا من مهارة الاستماع وهي أهم مهارة فاستماع مهارة من المهارات اللغوية المهمة في حياة الإنسان فهو وسيلته الأولى التي يتصل بها مع الآخرين في مراحل الأولى من حياتي هذا بداية إذا كان صغيرا في أول مراحل وهي يستمع وهذا أهمها لأنه أول ما يطرق أذنها أصلا هذه الكلمات وهذه الأصوات وأول شيء يسمع ليستطيع الكلام في بداية بعد ذلك يستطيع الكلام لأنه عنده مخزون قيل طبعا لماذا لم يستطيع الكلام قال للنهري سليده ذاك المخزون وإنما لم يسمع شيء بعد فهو أتى إلى هذه الحياة الدنيا وبدأ في الإدراك وإكتمال الحواس بعد ذلك يبدأ السماع فقط هو الذي يسمع ثم إذا سمع الكلمات فترة طويلة من هذه الكلمات فيبدأ هنا هذا المخزون اللغوي بعد ذلك في إنتاجه كما قيل وأن هذا الجهاز الذي قد حباه الله به هو القادر على إنتاج هذه اللغة وعلى جودتها وتحسينها ومعانيها وبها يكتسب مفردات لغتي ومعانيها ويتعلم أنماط جملها وتراكيبها وعن طريقها يكتسب عن طريق المهارة هذه الاستماع يكتسب المهارات اللغوية الأخرى من كلام وقراءة وكتابة يعني معنى أن أولها هي الاستماع ثم على ذلك يستطيع أن يتكلم ويقرأ ويكتب وهذه المهارات تأتي تباعا للمهارة الأولى وهي أول ما يطرق إلى ذهن السامع أو إلى أذنه وهي الاستماع فالطفل يمضي مدة من عمره وهو يستمع إلى اللغة ويفهمها إذن فترة طويلة وقلنا إلى سنتين تقريبا ثم بعد ذلك يبدأ بالحديث والكلام بداية كلام غير مفهوم بعد ذلك كلما تمرس وتدرب أصبح كلام مفهوم حتى الست سنوات يبدأ بعد ذلك إذا دخل المدرسة بالقراءة ثم الكتابة فالطفل يمضي مدة من عمره ويستمع إلى اللغة ويفهمها قبل أن يتكلم ثم يبقى مدة تصل إلى ست سنوات يسمع فيها ويتكلم قبل أن يكتب أو يقرأ إذن هنا السماع هي أول مراحل العمر الإنسان وهي أهم مهارة في تعلم اللغات كلها وكل إنسان يفهم أضعاف ما يستطيع التحدث به أو قراءته أو كتابه عادة أنك تستطيع أن تفهم أضعاف ما تستطيع أن تصيغه بكلام أو بقراءة أو بكتابة لأن السماع عادة يستعب فيه ألف من الأفكار يستعب فيها أشياء كثيرة لأنها أصلا هي المهارة الأولى وهي التي قد حبان الله وهي أيضا قالوا أن اللغة لأن اللغة منطوقة ومن خصائص اللغة المنطوقة أنها تصل بالسمع في الرسائل الموجهة التي تكون من المرسل والمتلقي وأيضا الرسالة وليتوقف الاستماع أو تقل أهميته في سن معينة يعني أنك يستطيع يسير معك الاستماع حتى تكبر في سن معينة بل يستمر مع الإنسان طيلة حياته فإذن الاستماع يستمر طيلة حياته لأنه يسمع هذه اللغات وأيضا حتى من وسائل تعلم اللغات وقال أسهل طريقة صحيحة أنك أن تدرس مادة مثلا لغة الإنجليزية وأنت في المملكة ولا تستطيع أن تحدث بها كثيرا أو تمارسها أو تطبقها فهذا أيضا قد لا تتعلمها إلا بتعلم بسيط أو إلا بعد فترة قد يعني لا يكون ذلك التعلم المطلوب لكن أن تذهب إلى أهل هذه اللغة مثلا وثم تتكلم معهم فترة من فترات أو شهر شهرين إلى ثلاثة أشهر تستطيع على ذلك أن تتعلمها لأنه من خاصية الإنسان أيضا يستمع ويجمع مخزون حتى وهو كبير بل يستمر مع الإنسان طيلة حياته ويتوقف الاستماع وتقل لهمية وقنها في سن معينة بل يستمر مع الإنسان طيلة حياته فيبقى وسيلة فيبقى وسيلة إنساني لتلقي الأفكار والمفاهيم من المجتمع يتلقى الأفكار والمفاهيم من المجتمع ووسيل أيضا لتنمية ثقافته وزيادة خبراته ومعارفه فهذا كله من خلال هذا الاستماع وهذه المهارة التي يستطيع أن يتكلم بها فالاستماع الحاديث في الإذاعة والتلفاز أو في المحاضرات العامة أو الاستماع لشرح المعلم في الفصل كل ذلك يمد المرء بحصيلة لغوية إذن هذا الاستماع من فائدة منه أنه يعطيك حصيلة لغوية كما الطفل أيضا يسمع كلمات كثيرة وهذا يعطيه مخزون لغوي بحصيلة اللغوية تبني لغته ويشكل رصيدا من العلوم والمعارف ينمي خبراته ويزيد من ثقافته وهذا أيضا من أهم فوائد الاستماع وأهميته هذا الاستماع فهو يأتي بهذه الحصيلة اللغوية وهذه الأفكار والخبرات المهارات الفرعية لاستماع في مهارات يعني يجب أن يتعلمها أيضا الإنسان في مهارة الاستماع حتى يتقن تلك المهارة الكبيرة وحتى يعرف أيضا هذه المهارة فما هي المهارات الفرعية لاستماع؟ الاستماع مهارة رئيسة مهارة رئيسة ذات مهارات فرعية يجب أن يتقنها الإنسان ليستفيد من نعمة السمع التي وهبها الله عز وجل له ومن نعمة العقل الذي تميز بها عن سائر المخلوقات إذن هو الاستماع ليس فقط طرق الأذن أو أصوات التي تدخل إلى الأذن لا بد أن يكون بانتباه إذن هي تدعمها العقل فالسماع مع العقل يعني السماع بانتباه وإنصات وفهم هذا الذي يدعمها كله وهذا في عقل الإنسان فالاستماع هي مهارة أصلا لكن هناك بعض المهارات يجب أن يتقنها حتى تكتمل هذه المهارة وهي مهارة الاستماع مهارة الفرعية الاستماع كثيرة من أهمها أهم مهارة للمهارات الفرعية لهذا الاستماع الإنصات هذه أول مهارة وهو الانتباه أن ينصت إذن ما شروط الاستماع أو ما أهمية الاستماع إذن أولها المهارة الفرعية للإستماع أولها الإنصات وهو الانتباه الواعي الموجه نحو هدف محدد وعدم تشتيت الذهن إذن أن ينتبه انتباها واعيا موجها نحو هذا الهدف بدون أن يتشتت إذن هذه أول مهارة فرعية من المهارات وهي الإنصات المهارة الثانية التمييز السمعي ومقصود به التمييز وهو التنبه إلى الأصوات التي يؤثر تغيرها في معنى الكلمة مثلاً كاستفهام والتعجب كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم هذا أيضاً استفهام متعجبي فهو يعرف ويميز سمع هذا مع ما يصدر حياناً قد تختلف النبرة الكلام في تغيير أو في السماع لذلك قالوا هذا التمييز السمعي الثالث وهو التصنيف والربط أن يصنف يستطيع وهو يسمع أن يصنف ويربط بين الأفكار مع بعضها البعض أثناء السماع وذلك بالبحث عن العلاقات بين الكلمات والمعاني والأفكار إذن أن يأتي بالعلاقات كاملة بين المعاني والأفكار هذا أيضاً من مهارات الاستماع الفرعية استخلاص الأفكار الرئيسية أو الرئيسية من أي كلام من الكلمات حتى يسمع فهو يأتي بالفكرة الرئيسية ثم بعضها أفكار العامة الثانوية هذا يصطلب المستمع التركيز على كثير من الكلمات والأفكار المهمة في النص المسموع وتحديد النقطة التي تدور حولها الكلمات والأفكار إذن هنا يحدد النقطة الرئيسة وهذا أهم أيضا المهارة تفرعية التفكير استنتاجي ويقصد به توقع المستمع نهاية النص المسموع والتنبؤ بنتيجته إذا استمع بتركيز و بفهم و بوعي يستطيع أن يأتي في نهاية الكلام أو أن يأتي بالموضوع أو بخلاصة هذا الكلام في نهاية هذا الموضوع المستمع إليها و في نهاية هذا الكلام وهذا دليل على الانتباه الواعي الكامل النقد والتقويم وهذه المهارة أيضا تتجاوز الفهم والاستنتاج للنقد والتمحيص والحكم على الكلام المسموع لهذا تعد أرقى مهارات استماع الفرعية فهو النقد والتقويم مع أنه ينقد و يقوم أيضا هذا الكلام و يستنتج أيضا هو الحكم و أن يحكم على هذا الكلام المسموع لهذا تعد أرقى مهارات استماع الفرعية سروط الاستماع الجيد يجب أن يكون الكلام المسموع باللغة العربية الفصحى وهذا لارتفاع الذائقة مع أنه يسمع مثلا بالعامية و أي كلام بغيرها من العاميات لا يبني لغة سليمة بقدر ما يستفيد ذوق المستمع و يهدم ما تعلمه و الكلام الفصيح غالبا ما يسمع في خطب الجمعة و المحاضرة مقصود به الكلام اللغة الفصيحة العادية ليست اللغة المغرقة مثلا في الغريب و ليست أيضا أقرب إلى اللغات العامة و إنما مقصود به اللغة المفهومة كخطب الجمعة مثلا الخطب اللي يتحدثون بها و هذه أيضا لغة فصيحة و المحاضرات و الندوات و البرامج الإذاعية و التلفازية في مجالات الدين و الثقافة و الأدب و أهم شروط الاستماع الجيد الرغبة فإذا كان راغبا المستمع في موضوع الكلام المسموع على قدر هذه الرغبة يكون الإنصات و التركيز اللذان يقودان إلى الفهم الصحيح إذن رغبة في الاستماع كذلك الاستعداد و التحضير في الاستعداد الذهني و التحضير العلمي لكلام المسموع كأخذ فكرة عن موضوع المحاضرة أو تذكر معلومات سابقة يمكن ربطها بموضوع النص و إحضار قلم و ورقة تدوين ملحوظات و قلنا أيضا هذا قد يدعمها إذن تدوين بعض الملحوظات و بعضهم لا قد يكون مركزا تركيزا تاما في ذلك أيضا مراعاة أداب الاستماع و تقاليده كاحترام المتحدث و عدم مقاطعته و استئذانه للاستفسار و مراعاة شعوره عندما يخطئ أو يتلعثم و المقصود أنه يعني حتى يدرك الهدف من الموضوع كذلك مراقبة وجه المتحدث و انفعالاته فالوجه و الانفعالات أيضا تنبي عن الموضوع و ملامحه و انفعالات و حركات يديه إذا كان المستمع يرى المتحدث مباشرة أو في حديث متلفز أيضا التنبه إلى صوت المتحدث من حيث العلو و الانخفاض فقد يعلو و ينخفض و هذا أيضا في التركيز و الاستماع فيعرف ما المقصود و المتحدث لأن ذلك يرتبط بنوع الجمل من استفهام و نفي و إثبات و تعجب بأهمية النقاط التي يتحدث عنها المتحدث ستجد حيث يرفع صوته في بعض النقاط التي يرى أنها فيها شيء من أهمية في هذا الاستماع ثم التركيز على بعض الكلمات و العبارات التي تسبق الأفكار الرئيسة يعني أن يركز على هذه الألفاظ مثل باختصار أو المهم أو السبب لأن ما بعدها سيكون هو كأنه ملخص أو يكون خلاصة ما يتحدث عنه و النتيجة هي أضافة إلى الكلمات التنظيمية مثل أولا و ثانيا و ثالثا و أخيرا و هذا ما أردنا أن نتحدث عنه في مهارة الاستماع إذن هذه مهارة الاستماع و أهم شروطها الفرعية و كذلك يعني الشروط التي يجب أن تتوفر فيه قبل في عملية الاستماع في عملية الاستماع إضافة إلى أن المهارات الأخرى سنتكلم عنها أيضا في الدروس القادمة هذا ما أردنا أن نتحدث عنه صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين